السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم وكل عام وانتم بخير وربنا يغنمنا وإياكم يا رب العالمين الفوز بالعطق من النار في هذا الشهر الكريم مبارك وربنا يكرمنا وكرمكم كده بقى والهمم تعلو شهر رمضان ده شهر علو الهمة عشان كده بنتكلم في هذا الشهر كريم عن علو الهمة وزي الهمم تعلو كلمنا في الحلقة اللي فاتت الحلقة النهاردة رقم 3 كلمنا في الحلقة اللي فاتت عن مسألة إن الإنسان لا يمكن أبداً تعالوا الهمة إلا بالتخلية قبل التحليم إن الإنسان يشيل من قلبه الدنيا ويحط في قلبه الآخر وزي ما قلنا مش هيتدروش ومش هيترك الدنيا بالعكس أنا عايزك تكون أنجح إنسان في الدنيا عايزك تكون أغنى واحد وأجمل واحد وأسعد واحد وفي نفس الوقت تكون أعبد الواحد لله سبحانه وتعالى اجبع بالدنيا أخرى المشكلة حول العادات لعبادات ممكن أه ممكن والله سهلة جدا تعارف في واحد يعيش ستين سنة وواحد تاني يعيش برضو ستين سنة ممكن ده يلقى المولى عز وجل بأعمال ثلاث سنين وممكن ده يلقى الله عز وجل بأعمال ستين سنة والاتنين عملوا زي بعض بس اختلفتين إيه إزاي هو دوت ما كانش بينوي غير في العبادات بس يعني إيه يعني داخل يصلي فخلص هي صلى رايح يزكي فهي الزكا يعني رايح يعتمر بيقرأ قرآن وخلص إنما وقت النوم ما بيحتسبش وقت الاكل ما بيحتسبش وقت الشغل عارف انت لو حولت بقى كل حاجة ديت العبادات هتلاقي نفسك طلقى الله عز وجل بأعمال ستين سنة إزاي أنا أقعد بأكل أنا مش هعمل حاجة زيادة يعني هو نفس الأكل هو نفس الأكل ونفس القعدة هي نفس القعدة بس هو أنا بأكل بنوي مش بقول بالبقل لإن هي محلوها القلب بأقول أو بنوي في قلبي إن الأكل ده أنا بأكله علشان أستعين بيه على طاعة ربنا سبحانه وتعالى يصبح الوقت اللي أنا أعده ده واللؤمة اللي أنا بأكلها دي كلها عبادة لله سبحانه وتعالى أنا داخل أنام كده كده هنام فلما جا نام بتوضى وأنام على جنب اليمين أو أبدأ النوم على جنب اليمين وأتقلب بعد كده برحتي وأقول أفكار النوم ونركز في أفكار النوم على ثلاث حاجات بالذات يا ريت هو أحد ينساها أول حاجة سيد الاستغفار سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعم أبوء يعني أعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاخفر لي فإنه لا يغفر الظنوب إلا أنت ركز عليها لأن لو قلتها بالليل ومت تدخل الجنة لو قلتها الصبح ومت تخش الجنة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى من قالها مستقنا دخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى سورة تبارك باللفز واضح جدا سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر ياه سورة تبارك تمنع من عذاب اي نعم لو قلتها في ليلة ومدت في ليلة دي لا تعذب في قبرك أبدا يصبح القبر روضا من رياض الجنة سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر لا وليها وظيفة تانيا هي قرآن قبل أي شيء كلام ربنا صحة تعالى فلما تحب الكلام ربنا ربنا يحبك ولما تقرأ كل حرف لك بكل حرف عشر حسنات كما صح ذلك عند الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنا والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم الحرف ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف قل بالك بقى وبترتقي في درجات الجنة بالقرآن وعلى وجه الخصوص سورة تبارك قال صلى الله عليه وسلم كما صح أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آية نافحت يعني دافعت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك الذي بيده الملك وراجع الأحديث دي في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة فقلت ملك فقلتين سترت حاجة دولت سيد الاستغفار صورة تبارك آية الكرسي وبقيت أذكار النوم فلما تيجي تنام لما تيجي تنام أنت كده كده هتنام لكن لما تنام بقى بنية كما قال معاذ بن جبل لأبي موسى الأشعري كما في الصحيحين قال وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي أنا لما بجأنام باحتسب إن أنا يا ربي هنام علشان أقوم أقدر أصلي قيام الليل وصلاة الفجر واععد في المسجد لحد ما تشرك الشمس أذكر ربنا صح الله تعالى وصل ركعتين الشروق فيكتب لي أو صل ركعتين الضحى فيكتب لي حجة وعمرة تامة 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 كما ثبت ذلك في الحديث الذي روهه تلمذي بسنة دي صحيح طبعا حجة وعمرة نافلة خب بالك شفت قدي ولو رايح تشتغل أنت رايح تشتغل تاكل أي شعنة بالبلد كده فهم إزاي رايح تشتغل لكن تنوي بالشغل ده إن أنا بعف زوجتي وأمي وأبويا وأولادي وأخواتي عن النوم ما يسألوا الناس فيصبح العمل عبادة في اللحظة دي بس بشرط قال لا ينهيك العمل عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة الخمس وقال لا يكون العمل حراما يبقى بكده يبقى العمل عبادة الأكل عبادة النوم عبادة الشرب عبادة حتى إتيان الزوج عبادة بتكلم جاءت ورب الكعبة يصبح عبادة قال الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وفي بضع أحدكم صدقة في إتيان الرجل زوجته صدقة قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر معقولة دي شهوته قال أجل أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر قالوا بلى يا رسول الله قال كذلك إذا وضعها في الحلال يكون له بها أجر يا الله شفت قدية دين عظيم دين عظيم جدا مفيش أعظم من كده يا جماعة سبحان الله فعشان كده بقولك طلع الدنيا من قلبك طلع الدنيا من قلبك يعني يعني جمع فروس اشتغل اكسب انجح كل حاجة بس خليها في إيدك ما تبقاش في قلبك يبقى معك مليون جنين لكن لما يطلب منك تبرع لبناء مسجد فضلهم دار أيتام فضلهم مشاركة في أي خير أرملة ما عنداش زوج يصرف عليها تفضلي واحد فقير ما عد عليك تفضل زكاة مالي بطلعها صدقات بقديها الله هو أكبر ايه دا يبقى الدنيا في الوقت دا ايه في إيدك مش في قلبك يبقى الدنيا ما هيش شغلك ما هيش شغلك أبدا فرحان قوي قوي مرة أخر بيقول لي ايه بيقول لي انا سبت عمل مشروع كبير وده مش معناها جماعة ان احنا بنذم أصحاب المشروع كبيرة بقولك عايزك تبقى أغنى واحد في الدنيا نعمل ماله الصالح للرجل الصالح الاخ دا سب محل كبير وخد محل صغير على قد فبقوله ليه يعني الناس بترتقي مش بتنزل قال والله المحل الكبير دا مشكلته كانت يعني شغلني عن طاعة ربنا لدرجة أنا مكنتش بقدر أصلي أي صلاة من الصلاة الخمس إلا في المحل إيه المحل التاني دا الحمد لله بكسب منه برضو كل حاجة بس بفضل الله بقى في الوقت الصلاة ورح أصلي وارجع تاني وأقرأ قرآن واذكر ربنا وبالليل بحضر دروس علم والحمد لله بكسب وعايش زي الفل اختار الشيء اللي قربك من ربنا وازالك الحالة نيجي يسألني شاب أو تسألني أخت يسألني الأخ دا مثلا أدخل كلية إيه أو أتجوز مين أو أتعاين في الوظيفة دي ولا لأ قوله بص مقياسك ومقياسك في كل الحاجات دي كلها الشيء اللي قربك من ربنا الوظيفة دي هتقرب من ربنا خليني فيها حتى لو كان المرتب أقل مش مشكلة مش دي المشكلة جماعة الموضوع مش موضوع مبلغ الموضوع موضوع بركة ولو أن أهل الكرة آمان واتقوا ولفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض من بركات من السماء قبلك ولكن كذب حتة البركة يا جماعة يعني حتة البركة أن أنت يبقى عندك بركة كان عمر الخطاب كان يقول اللهم إني لا أسألك رزقا قد قدرتوه لي ولكني أسألك البركة في هذا الرزق البركة يا جماعة ولذلك في نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى هتلاقي البركة في عهده عجيبة لا يمكن أن تدخلها أجمل سبع سنين تعيشها البشرية في الدنيا كلها هي السبع سنين دي سبع سنين فيها بركة لا تدخلها سيدنا عيسى سينزل ولكن ليس كنابي من الأنبياء ولكنه كحاكم من حكام المسلمين عايزين الدليل خدي الدليل بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وقاله وسلم حديث روى مسلم أنا نبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا يوشي كان أن ينزل فيكم مع عيسى بن مريم حاكما مقصطا عادلا فيكسر الصريب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية ويفيد المال يعني ما يقبلش الجزية في الوقت ده ليه لأن في الوقت ده إما إسلام وإما قتل ما فيش وقت خلاص ده ساعة الرابط ده سيدنا عايزة نزوله من علامات الساعة الكبرى خب بالك وإيه ويفيد المال وحتى لا يجد من يأخذه يعني إيه يعني إيه لا يجد من يأخذه يعني إنت لو عندك زكات مال اتنين مليون دولار وراح تيديه الواحد فقير يقول لك معلش أنا مش عايزها ليه يقول لك أنس خلاص يا عايزة نزل ده علامة من علامات الساعة الكبرى فأنا عندي في الوقت ده لم أسجد سجد ربنا صفحه الله تعالى أعظم عندي من مليون جنيه عم باقي أخذ فلوس وتحسب عليها قال لاش لازم حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجد ولذلك النبع السامق قال قال حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها في رواية عند أحمد بسنة الدين صحيح النبع السامق قال قال ويأمر الله الأرض أن تخرج بركتها دي الحيثة اللي بيكلم فيها ويأمر السماء أن تنزل بركتها خذ بالك بقى حتى يجتمع الرهط من الرجال على رمانة واحدة فلا يستطعون أن يكملوها ويستظلون بقحة فيها الإشرة بتاعتها بدل ما تلم تبرعات عشان تعمل تندة ده مسجد لا خذ الإشرة وعمل تندة للشرع كل خذ بالك ويجتمع الرهط من الرجال على عنقود من العنب فلا يستطعون أن يكملوه خذ بالك بقى حتى لو وضع الرجل بذرته على الصفة لأنبتت بإذن الله الصفة جبل أو صخرة أم لا يعني ملساء زي التراميز كذلك حط عليها بذرة تطلع أو تطلع في الوقت ذا خذ بالك حتى يضع رجل لو وضع رجل بذرته على الصفة لأنبتت بإذن الله خذ بالك بقى وينزع الله السم من كل ذات سم السمم تتنزع من الأفاعي والحيات والعقارب ما فيش سم خلاص بقى الدنيا كلها يبقى فيها سلام وقام فهم زي حتى يضع الطفل في يده وفي فم الحية فلا تضر يعني في الوقت دا يعني كل مصانع زاويله كده ايه في المصانع اللي يعبر الأطفال هتقفل في الوقت دا دا لديه مامتو بالله عليك مامتو جاية شوية أفاعي كده وشوية حيات نلعب بها يعني حتى يضع الطفل يده في فم الحية فلا تضر ويطأ الراجل اللي برجنيها على رأس الأسد فلا يضر وطرع النمور مع الأبقار والأسود مع مع إيه مع الإبل ويكون الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرصه الله أكبر البركة تعم الدنيا كلها ليه إيمان إيمان بالله سبحانه تعالى البركة منزوعة لديه دلوقتي عشان الإيمانات يعني شوية إنما لو الإيمانات ارتفعت والدنيا كلها بقت أهل إيمان أتلاقي الدنيا كلها بقت ما شاء الله بقت كلها بركة شاهد في الموضوع نرجع للموضوع أن البركة في العمر أن أن أنت ممكن تخلي عمر جدا كله بركة في طاعة لله سبحانه تعالى إن أنا باحتسب في نومي رب أنا بنامع عشان أطيعك عشان أقوم أذكرك رب وأعبودك وصلي أنا باكل عشان أتقوى على عبادتك أنا بشتغل عشان عف زوجتي وولادة عن سؤال الناس يبقى أكلك عبادة شربك عبادة ده عادي يعني زي ما يكون ناس يتجوز بجوز يعني هم يتجوز وأنا فهم زي بيتجوز ليه والله تلقى 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 أبويا متجوز وعم متجوز وخالتي مش عقود أنا كده فاض يعني لازم أتجوز بيتجوز ليه والله عشان ربنا يكرمني ولائق زوجة بنت حلال يعني تملى البيت وتشوف أموري وكده ويبع عندي عائل عائلين أفرح بهم يعني بيتجوز ده عشان أعبد ربنا تتكلم جد أه والله أعبد ربنا بتجوز أه عشان أخذ أخت عفاها وتعفني تعينها على طاعة ربنا تعينها على طاعة ربنا نخلف أولاد يعبد ربنا ويوحد الخالق سبحانه تعالى يبقى هو ده الهدف أه هو ده الهدف وعشان ينبع السلام بيباهي بين الأمم يوم القيامة فعايز كتر زوليتي مفيش بقى لا حسنين ولا محمدين ولا ربط الحزام لا مفيش كلام ده خارس فهمي إزاي كتر زوليتي عشان ينبع السلام يفرح بالزولية الطيبة اللي بتعبد ربنا يا سبحانه الملك يبقى كل حاجة عبادة وده بفكرني كده بشاب كده يعني على هامش السير شاب مرة كان لسه كش ملتزم يعني فكان بيسم طبعا الناس المتدنين دولت حياتهم جميلة ومليانة بتاعت ربنا فرح لأحد المشايخ فقال عم الشيخ ربنا بارك فيك ربنا حفاظك يعني أنا عايزك تقول لي ايه الكلام الحلو اللي بتقلوه في ليلة الدخلة قالوا يا ابنة تعالى حبيبي أول ما تخش على زوجتك تحط يدك على مقدمة رأسيها وتقول اللهم مني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي وعوذ بك من شارها ومن شار ما جبلتها علي وعند الجماعة بسم الله اللهم جنب للشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وكلمات الجميلة دي يا ابن قالوا بارك الله فيك ربنا حفاظه وشافئه المهم الشاب ده كان مجاوز بقى واحدة برضو ايه عشان تعيون على طاعة ربنا جوز أخت منطقبة وكده وكانت جميلة جدا فجي في ليلة الدخلة أول ما كشف النقاب ففقد الزاكر ألحظت إلعى درسة وقال سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن يا ربنا لما نقال وقالت لك أزاك الله خيرا بتقول دعاء الدب يعني المهم الشاب في الموضوع فأنت ممكن تحول حياتك كلها لعبادة لله سبحانه وتعالى وتستعني تخلي عمرك كله طاعة لله هي دي الهمة بقى هي دي الهمة بالنية قال يحيى بن أبي كثير تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل قال أبو سليمان الضيراني طوبة لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله قال الإمام محمد بن حمل لابنها عبد الله قال يا أبو نية إن والخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا اشتغل اشتغل نية إنما الأعمال بالدنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إن وكذا وإنت أعدها هتخسر إيه والله ربي بتمنى يا ربي يكون عندي قناة فضائية أبث من خلالها كده الدين والقرآن والسنة يا سلام يكتب لك يكتب لك وكأن الدنيا كلها هتدت بسبب القناة دي وإنت أحد ما عملتش حال والله يا رب لو اديتني مال والله يا رب نفسي أبني مزجد ناس صلي فيه يتكتب لك والله يا رب نفسي إن أنا أعمل دار أيتام وكفل تلتمية ياتيم يتكتب لك قطر من النيات الجميلة واصدق مع الله سبحانه وتعالى إنه لو اديك فعلا مال هتعمل بالخير ده بفضل الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم ما انقضى نحبة ومنهم ما ينتظر وما يبدلوا تبديلا إزاي بقى أن احنا نفرغ القلب من الدنيا ونملأ أخرى أنا هديك مسارين صغيرين خالص تقدر من خلالهم أنه أنت تفرغ قلبك من الدنيا وأنه أنت تملأ قلبك بحب الآخرة خب بالك من حاجة القلب ده عامل زي إيه زي صندوق صندوق والصندوق ده مربوط بحبال عارف اسمه البالونة اسمها إيه اسمها المنطاض الضخمة دي البالونة الضخمة قوي دي فمزاي فالبالونة دي حايزة تطلع بس في مشكلة إن السندوق ده اللي هو إيه اللي هو القلب خب بالك السندوق ده مليا طوب وظلط وردش ورملة وتراب فالبالونة اللي عايز تطلع مش عارفة ده بنعمل إيه خف الرملة خف الظلط خف الدنيا خف الدنيا تقب تقب للآخرة الفضل الله سبحانه تعالى شيل شوية دنيا شوية حب مال إرمي شوية حب النساء في الحرام إرمي صاحبتك إرمي الجر الفريند إرمي مش عارف العربية اللي بلعب بها زباء فمزاي إرمي إرمي طلع كل ده إرمي هتلاقي السندوق عمال يخف القلب عمال يخف يفضى وينضف فمزاي فأول ما السندوق يفضى هتلاقي البالونة إيه طارت ووضح المثل قديك مثل تاني صلى على الحبيبة صلى الله عليه وسلم عارف السفينة الفضاء أكيد حيشوف تابي كده في نشرات الإخبارية يقولك النهاردة هتطلع سفينة الفضاء أو المكوك الفلاني أو مش عفقه وكام ده كله في رحلة هيطلع حوالين المريخ وزوحل وقورانوس ونبتون وبلوتو وفمزاي ويحوض على المجارة اللي جنبينا ويلف شوية ويجيب يعني المهم إيه لفة كده عالحبايب يعني فالمهم السفينة الفضاء دي محتاج إيه إنت وإنت شايفها بتطلق أو المكوك ده ويطلق بتلاقي كمية نار وغازات بتطلق لا يمكن أن تتخيلها تحرق بلد كاملة طب ليه ده كله قالك لازم قوة دفع قوة دفع تدفع المكوك يطلع ينفصل عن دائرة الجاذبية الأرضية عدى مرحلة الجاذبية خلاص أبشر خلاص عدى مرحلة الجاذبية بس انطلق في الفضاء بقى وعاش أجمل حياة مفيش حد يعني كده أي حاجة يعني لا تشده يمين ولا شمال سبحان الله يبقى أنا محتاج إيه دفع محتاج إن انت تنترق بس خلق بالك بقى من حاجة لما تنطلق تنطلق في إطار السنة ما تبعيتش عنها إنها مع سمق ليه ولن يشاد الدين أحد إلا غالبة طب نعمل لي يا رسول الله قال فسدده مش عارفين وقارب خلق بالك يعني أحب الأعمال إلى الله كما في الصحيحين أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلب يجيلك الشيطان ويدحك عليك يجيلك يا راجل بقى لك سنة ما صليتش قيام الليل أنت تنفع تكون أخي ملتزم أنت طب أعمل إيه؟ قوم يا عم يصلي قيام الليل يا عم من بعد العشرة الفجر يلا واشتعل كده زي الصحابة والنبع السلام شمقاهم الله أكبر من العشرة لحد قبل الفجر بنفس الساعة ويجيلك الشيطان ويجيلك ما شاء الله عليك ده أنت عفارم عليك ده أنت ممتاز ده أنت من العباد الزواء ده أنت من العشرة البشرين بجنة يا راجل تفهم إيه؟ طب نام بقى استرحشا ثم نايم تصبح الساعة عشرة الصبحية إيه بقى فوت عليك إيه؟ الفريضة ضحك عليك صلاة قيام الليل نافلة يعني أقل حتى من السنة من الرواتب اللي 12 ركعة وقبلك لكنها قربة عظيمة وعبادة من أعظم العبادات قال عنها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه السلام وعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغنائه عن الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين وقربة إلى الله عز وجل ومنهات عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد وقال صلى الله عليه وسلم ورحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجه الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء فإن قام وصلى كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وقال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة في التلت الأخير فينادي هل من يدعوني فأجيبه من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح قيام الليل فيجي الشيطان يضحك عليك يوم مفوت عليك الفريضة ليه صلاة الفجر والأصل هو الفريضة كما صح في الحديث الكدسية لذل الله البخاري أن المولى عز وجل قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه بس في حاجة تانية بقى ليه النوافل بقى وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجده التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذنا وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردد عن قبض نفس عبد المؤمن لي يا رب يكره الموت وأنا أكره مساءته سبحان الملك فمركبة الفضاء دي أتطلع عايزة قوة دفع قوة دفع جمده قوة دفعي بالطاعة اكتهت ابدأ من كانت له كما قال أحد السلف من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة عيدها تاني صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم من كانت له بداية محرقة اتعب شوية من طلب العلاء سهر الليالي دفع أمر الدنيا أم الفمر الأخيرة بقى من طلب الجنة لذا ما ينامش خالص خلت بالك فيبقى من كانت له بداية محرقة بداية محرقة ما شاء الله عنده قوة واندفاع بس اندفاع على السنة لان انت عارف عملا ازاي احنا على سبيل المثال الناس اللي هم حملوا افكار تعبانة وافكار مش مظبوطة عملوا ايه قد الاسلام عمل زايه كانوا صندوق هتخش جواه هتعيش اجمل حياة انما لو اندفعت غلط زيادة عن الزوم هتخش من الحادي وتطلع من الحاة التانية ولذلك اكتر الناس تشددا هم عند الفتنة اكتر الناس تسايوبا ايه واحد متشدد وماشي وارفا من الناس وده فاسق وده كافر وده مش عارف ايه وده وده وتجي مع اول فتنة تليه على القهوة بيشرب شيشة وماشي مع البنات وشفيق وتليه ضاع وانتهى ليه مش هو ده الدين الدين بتاعنا دين وسط وكذلك جعلناكم امة وسطة ان انت تبتسم وقت للبسمة وقت للبكاء وقت للفرح وقت للحزن وقت للعبادة وقت للعمل وقت للزوجة وقت للأولاد وقت للشغل كل حاجة وليها وقتها فاعطي كل ذي حق حقا عايزين داعية يكون فاهم واقع الناس يا جماعة مش عايزين داعية عايش في دنيا تانيا عايش في دنيا كده لوحده والدين حاجة والدنيا حاجة لأ نزل الدين على امر الدنيا وفهم الناس ازاي يعيشوا الدين ويعيش الدنيا في وقت واحد واخد بالك يعني النبي عسام عمره ما كان مكشر والنبي عسام لو غضب الغضب ليه وقته وهي دي الحكمة ووضع الشيء في موضعه فهمزاي النبي ما كانش مكشر يعني بعض الناس بتفكر ان الالتزام معناها ان السنان لازم تكون عورة يعني ايه يعني يفضل مكشر على طول ما يفتحش بقه خالص لا اخي السنان مش خوره والله فبزاي ابتسم النبي عسام كان بس سامن محية وكان يبتسم ويرحق صلى الله عليه وسلم ويجي الواحد من الصحابة ويغميه من وراء عن ايه الصحابة ده وقف في السوق اسمه زاهر حديث رواط المزي في سناد الحسن خبه لك وزاهر وقف عمال بيبعى في السوق ويقول من يشتري هذا الثوب ويقول من نبع السنان يجي يغميه من وراء ويقول ومن يشتري هذا العبد فيستدير كده سيدنا زاهر يقول له اذا تجدوني كاسد يا رسول الله ده لنزيلة وببعى ما يجيبش حاجة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم غير انك عند الله لست بكاسد وفي رواية غير انك عند الله غال انت غالي عند ربنا يا سلام يا ترى انت كمان غالي عند ربنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يمزح مع امنا عيشة وخبلك والحديث رواء احمد بسناد الحسن لما يجي يمزح ويطالع مع الجيش ويقول للصحابة تقدمه اطلع قدام يمجيب عائشة والله تسابقيني تقول له سبقك يا رسول الله قالت فسبقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته ليه كانت تسترفيعة بقى ولسه يعني فالمهم في المرة التانية النبي منسهاش طبعا مرة التانية النبي صلى الله عليه وسلم بعد كم شهر برضو خارج مع الجيش فقال لا تقدمه فالله هتسابقيني يطلع سبقك قالت فسبقني فسبقني ليه كتوم من عائشة بقى تخلط وحملت اللحم رضى الله عنها وارضاها خلتها لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح ويضحك واختل الدحك ووقت البكاء قال صلى الله عليه وسلم كما عنده تمليه بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أنطأت وفي قبلها قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا إذا لضحكتم إيه قليلا ولبكيتم كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي الضحك ما قالش لما ضحكتم أبدا إلا ما قال لما ضحكتم إيه قليلا إذن أثبت أن في ضحك في مزاح ولكن بالحق أن الله صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا وكما ثبت في رواية أبي داود بإسناد الحسن قال الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزحا حتى وإنت بتمزح ما تجذبش امزح بصدق واضحك وفرفش مع أخواتك وحبيبك وقريبك وزميلك ولكن بالصدق بفضل الله سبحانه وتعالى بإذن محتاج قوة اندفاع قوة اندفاع دي تتمثل في إيه وده موضوع حلقتنا اللي هو إيه والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا إلجأ إلى الله قول له يا رب أربني منك يا رب حبب إليه الإيمان زينهم في قلبي يا رب جدد الإيمان في قلبي وده وصيحة النبع السلام إن الإيمان لا يخلق يعني بيقدم في جو في أحدكم كما يخلق الثوب فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم ادعي قول يا رب جدد الإيمان في قلبي يا رب أربني منك يا رب حبب إليه الطاعة بغض إليه المعصية اجتهد في قيام الليل النهاردة بصن ركعتين بعد أسبوع أبتدى خليهم أربعة بعد أسبوع أخليهم ستة بعد أسبوع أخليهم تمانية وهكذا بقرأ جزء الكران كل يوم خليه اثنين بذكر ربنا كل يوم عشر تلاف مرة خليه عشرين ألف مرة بعمل كذا اجتهد كان أحد أصحاب الإمام أحمد رحمه الله رحمة الله وسع كان يقول صحبت الإمام أحمد عشرين سنة والله لقد كان في كل يوم في زيادة في عبادة الله سبحانه وتعالى ما زلنا مع السابقين مع علوه الهمة كمل حلقة اللي جاء إن شاء الله ونتكلم مع السابقين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إليه